السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف انتم من الفيديو اليوم احنا في 16 اكتوبر 2020 التاريخ الميلادي الموافق ل29 سفر 1442 هجرية كما تعودنا اليوم اذا نعمل حلقة اخرى من الفيديو اخر دائما نقول حلقة وفي الصراحة فيديو ما لنعمل فيديو اخر من سؤال جواب اول حاجة نحاول نشرح للناس لانا نحاول نشرح للقضية ديال وشتردوز من ما ترد مادريد ولا لا حيث ليس كل منطقة ديال مادريد بمنوع انها تخرج ولكن كان تقرروا حد 7 او 8 ديال المونيسيبيو اللي مقدروشي يتحركوا في مادريد اللي هم مرر يستنخيدوز اللي مطبق عليهم اجتادو ديالارما خليكم مع الفيديو حسن الاخر وبرتجيو الفيديو وإذا كنت تردوز معنا الفيديو اول مرة اشتارك معنا ودراب داك الجارس سأنا تعالى من قول داك شك يقول باشي وسط داك الجديد خليكم مع الفيديو هذا السؤال de اليسين يسين كيقول شكرا للمشاهدة للمشاهدة اشترا للمشاهدة اشترا للمشاهدة هناك ندرع على المطار ديال مادريد والناس اللي يقدروا يخرجوا من المادريد والناس اللي ما يقدرش يخرجوا وقتلوا حسن زمع عاية المطار وهذا وشوفوا ما شنو كيقولوا شكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة هنا ادخلت كوتر كتسويل قالت اي خصص عراف كيفي مشى الامور وشنو اللي يقدروا يعملوا وشنو اللي يقدروا يعملوا مهم جاوبة كذلك ياسين هذا النوعد صراحة يعجبني من الواحد يعني مش بالضرورة تنجاوب انا كي النس اللي قد تكون عندها معلومات تبقى التعاون بحال هنا ياد الدرية ديا سينك يزعوب كوتر عندهم تقريبا نفس الحالة وكانك يقولوا شنو خصصات تعملوا هادا اي اي نادا بوش الفنال الاحساب اللي عرفوا بأنه يعني يقدروا يخرجوا من طول ايضا المطار ديا المدري وهذا وشي اللي قال صحيح ولاش حت هنا شنو عمين هنا بحالة جيتافي لغانس مصطلس parla torrejón de ardoz se restringe la entrada y salida de estos municipios y a los adecuadamente justificados ya no es cierto si es justificante correcto en el boletín para que se ve en el estado para que se ve en el boletín del estado para que se ve en el estado el estado de alarma declarado por el presente real decreto resultará aplicación en el territorio territorio de los siguientes municipios de la comunidad autónoma de madrid a alcovendas b alcorcón c fue labrada d getafe e leganés f madrid madrid de centro g mostoles h parla y torrejón de ardoz la ciudad de y de el v de madrid madrid y de la ciudad de madrid la ciudad de madrid y la ciudad la ciudad de barajas que es ahí donde está el aeropuerto pues ahí sí que puedes salir ahí sí que puedes viajar pero si estás en alguno de estos municipios ahí sí que te pueden multar y tienes que llamar y saber si puedes salir o no a no ser que tienes un justificante en papel o documento tal que puedes usarlo para volar y para pasar por el aeropuerto ¿no? ¿no? ¿crees que puedes decir que puedes seguir en español o no? ¡el momento! te os lo sé si te puedes seguir en la casa de los pueblos al Covindas, Corcon, La Verda, Getafe, Líganes, Madrid Móstol y Parla, Touré Gendo Ardos ahí sí que no puedes salir por el aeropuerto sino tienes un justificante muy fuerte si no tienes una conscia 2009 para que puedas salir de la casa de los pueblos لا تستطيع أن تخرج من البلايس انتفقنا بحل تصلت بها وحد السيدة لا تستطيع أن تجلب بنتها وهذه السيدة تستطيع أن تخرج لأن بنتها قاصر لا تستطيع أن تذهب من المغرب إذن عندها الخوستي في كانت تخرج وستطيع أن تكون سكنة في واحدة من البلايس انتفقنا الاخوان وقعنا الفيديو الأخر لم يكن واضح سمحوا لي ولكن هذا هو البلايس اللي ريسترين خيدوش عندما تشوف البواي في الجديدة الرسمية ديال الدولة هادو مهم البلايس اللي منوع تتحرك منهم أو لا تمشي تسافر منهم سمحوا لي بزا في دوقع شي سؤتة فهو سؤال آخر أو التعليق آخر ديال محمد جادير في المنطقة المنطقة تبدأ من الوقت التي تأخذها تحديد الفيديو تحديد الفيديو تحديد الفيديو تحديد الفيديو تحديد الفيديو لا تعمل في المنطقة المنطقة واخي محمد القرار ولا هاد هاد النورمال هاد هاد القانون ديال 72 ساعة بتداء الساعة اللي كتشبر فيها النتيجة ديال التست هادره مشي USA اللي عامله هادر قانون عامله المغرب فرضوا الدولة المغربية كمغرب على الناس اللي بغين يدخلوا عندها يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما عنداش ما عنداش تدخلوا لا يعني بغد النظر واش نتمجي من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من إسبانيا ولا من أستراليا ولا من أي دولة يعني ماشي الدولة يليك تقول فوقاش كي يبدأ التست فوقاش كي يبدأ الفيكسيفيتي ديال التست انت التست كي عملو فيه النهار اللي دخلت فيه ونهار اللي شبرت فيه النتيجة وبالنسبة للخطوط الملكية المغربية أو للشركات الطيران بصفة عامة اللي عند دخل المغرب كدت بدأت تحسب من الساعة اللي شبرت فيه النتيجة اتفقنا سيديني محمد ما عرفتش كي تقول هاتش هذا ما عرفتش نهو الديلي ديالك على هاتش هذا واش شي ممثيل ديال الشركات الخطوط الملكية المغربية ولا القنصلية في الولايات المتحدة كي يقول لك الله هنا يالتست سوف نحسوه الساعة اللي دخلت فيها للكلينيكا ليس الساعة اللي شبرت فيها النتيجة يعني معرفتش عندك شيد دريع لها تشلك اه حلقوا سخي محمد معرفتش عندك شيد دليل ولا شيد واحد عايدته ولا وقع لك هاتش هذا الشيادة بيدك يعني بنفسك وإلا كان هاتش هذا وقع لك قلنا رقم الرحلة وما يندزتي واش كون ليقلك الشيادة لأن العديد من الناس هنا يمتبعين القناة سيقدر يمشيوا بلا بواحد الفكرة مغلوطة ويعني يعني تتمشي الامر ما تتخلوش الامر مزيانة هنا ما عارفش أنا الامر كيف تتمشي في الولايات المتحدة الامريكية من ناحية ديال التست من ناحية الخطوط والسفر راها موحدة الاجراءات والشروط موحدة لجميع المسافري اللي هيدخل المغرب من جميع نقاط العالم ولكن ما عارفش واش تسمى التست كيعطوها لكم به فيه لان هنا في أوروبا التست ما هي هذه 72 ساعة مهم مهم إلا كان عندك شي معلومات كتر من هيدا فكتزود نبيها تشاركوها مع الناس أهلا وسهلا ولكن إلا ما كانش عندك يعني شي داري على هذه المسألة فكتزود نبيها فكتزود نبيها ومهم إلا كانت تشاركوها حسيني محمد لأن 72 ساعة عملها لرواية الإرمارروك وبلغ وزارة الخارجية لجميع الناس من جميع الدول بمتداء من الساعة التي تشبر فيها النتيجة وهانت هنا يا أخي محمد بالنسبة الرواية الإرمارروك هذه الحساب الرسمي الخطوط الملكية المغربية في تويتر فلوات المغربية في مروكو نتعرفيكم أن التجارات المغربية المختلفة لا يعطينا إلا أعمل هذه السياعة واقعية أفهمناها ما كحتاج الش انسريريجيات المغربية الهدفة يعني النتيجة الهدفة النتيجة الهدفة يعني النهار تشبر فيه النتيجة النتيجة دياله التست هذا ما خصاش تفوت 72 ساعة ما كتبلك هنا from the day you go to the clinic لا عمل لك نتائج دياله التست هذا ما تفوت 72 ساعة يعني النهار تشبر فيه النتيجة هذا هو الدليل الذي كانت عامل بها سيد محمد ولا ما نهدر لك على القنصوليات والممثلين ديال الشركات الخوض الملكية لأننا ما نقدر نعملك تجيلات دياله وهو نايا بالعربية نفس الحساب الخوض الملكية المغربية يقول لك وبالتالي سيتعين على الركاب فقط تقديم اختبار PCR سلبي تكون نتائجه أقل من 72 ساعة يعني النتيجة دياله هذا الاختبار هذا يجب أن تكون داخلها في 72 ساعة ليس نهار اللي تقدمت فيه الاختبار نتائج نهار اللي تسلمت النتائج حتى الساعة للفول يجب أن يكون 72 ساعة والذي تبينت لكم مرة أخرى هنا واحد السيدة سألتني واحد السؤال لم نقلب عليه في التعليق ولكن أنا متأكد شاهدت السؤال والسيدة كان عارفة هنا في التعليق قبل أن تهود المغرب من لندن إلى المغرب كان لديه مشكلة أنها لم تجدت التحليل لم تجدت التحليل الساعة التي تجدتها في المغرب كان بحال الإسبانية و فرنسية كان بحال الدخول المدرسي و كل شيء يعمل التحاليل الأساسيين و المؤلمين و الناس الذين يعملون كانوا العودة من العطلة و الناس الذين يجب أن تعمل التحليل هذه السيدة لم تجدت نحتر و نضيفه لتعمل التحليل حتى نقرب نهار الريحلة و هي لم تجدت لتعمل التحليل سوف نفعل المعرفة اخبرت أن شركة الطائران تعمل معك شيئا لانك تسمعها بحالي لا يستمتع بشروط و لقد تدخل المغرب و انظر الله يبدو لك البياء و لا يوجد المعطار و لا يسترد الناس و لا يستخدم الأمور و لا يوجد تحليل تحليل و لكني عملت تحليل تحليل مؤخرا و قادره هولت المغرب مع شركة طيران اخرى ومن يطر الارمان روك ويرجعوا مع الخطوط الملكية ويرجعوا بحالهم لندن قالوا لا لماذا؟ لأن البيئة تقنية لأن الملكة تقطع الارتور إذا لم يمشي الارتور يتلغى اوتوماتيك هذا الشهادة هذا الشهادة لماذا؟ هذه الارتور تقنية هذه الارتور تقنية 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 او من التقنية او من احتمال حتى يتم تقنية او من تقنية الارتور محاولة يتلغي محاولة اذا تصدقية الطيران لن نترسل المغرب لا لا جميع الشركة الطيران الوطنية تسمى البندير مثلا سواء إيبيريا أو إير فرانس أو لوفتانزا أو بريتش إيرويز أو اللي بغيت أنت نسميها إذا لم أعملت شيء في ذلك الفرست ليك الرطور يتلغى وكي تتحسب بأن يعني راح ما عندك وكذا كنت تتلغى في مطارك لماذا؟ هذه المشياء المشياء وكذا لم تستعملت المشياء وكذا لم تستعملت المشياء يتلغى لك نقطة شهدرة لا يقع معك أو الخطوط الملكية هذا هو المشياء يمكن أن أعطيك المثال من الحماية هذه المعلومات الشخصية ولكن هذا المشياء سوف نتشارك معك ونفهمه وكذا هذا السيدة ما يقول نقطة شهدرة من المشياء من المشياء من المشياء من المشياء يعني نفس الحالة كي يقول يالله حطت التلفون مع المشياء قالوا لي بما أني ما استعملت الرحلة الدهب فالرحلة الإياب ملغية هل أحد يحفظ هذا و هل يحفظ هذا و هل يحفظه كي يقول ما شخص يسبق له وكان شي طريقة بس نضر عليهم بس نعرف ما يخلوه للبيئة فالرحلة المشياء يقلوا يكلفتهم مليون وخمس مئة الفرنك و عندما يتعرض فالرحلة يعني ما يرجع ليسي الفلوس يعني سافي سافي ما يساله ما يساله لا يتعرض هذا الشيء يجب أن تتعرض لأننا مغربة و لا لا نتعرض مع بعضنا مزيان هذه الأمور هي جاربة في جميع الشركة غير كي ينس اللي عرفها و كي ينس اللي معرفها حتى يتحصل فهذه المشكلة وهنا هنا يجبوا شيء و أحد يقول The only way around it is that I can see is to take the flight as booked sorry It's perfectly normal from most airlines to cancer the rest of the booking if you don't turn up for a flight if you cancel a non-refundable ticket you will only get the taxes back but that's better than nothing I suppose يعني يقول له الطريقة الوحيدة هو أنك تشرب اخر وهذا شيء عادي من شمال سريك الطيران أنهم يلغيوا لك الرحلة يعني أختي ما هذه شيء تدمر ما محتاج الحاجة لأن هذه مسائل جاري بها العمل في العالم الطيران اسمه نونشو كان واحدة حاجة اسمها نونشو لست إلا ما جد نوشو يعني يدنش 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 يعني ما بنتيش مبتري تدخل في واحد الليستة بأنك صافي ما مسافراش وكتبع تدخل الرحلة أتمنى أنا متأسف بزاف ولكن أريد أن أشرحها لك والناس بشي فهموا كل شيء السلام عليكم أخي العزيز أنا كينا في الرياض وكينا في رحلة المغرب در بيداء لأني تحسينها بزاف الله يحفظك أعطيني الخبر وشكرا لك أختي كينا الرحلة در البيضاء كينار 18 وكينار 21 شكرا للمجهودات المبدولة والمعلومات القيمة أخي فوقاش سيكون الرحلة الجوية من إسطنبول المغرب أرجو الإجابة شكرا كان الرحلة نهار 18 ونهار 21 كان الرحلة كي ما كنتشوف معايا هنا لماذا كان الرحلة تسكيف واحدة تخرج لك كان الرحلة تسكيف الخطوط الملكية المغربية كان الرحلة آخر كان الرحلة تسكيف لكن هذه تسكيف الرواية بالحق تتركيب في تركيش ايرلين لم نرى الخطوط الملكية المغربية انتفقنا في نفس النهار كان الرحلة كذلك نهار 21 سلام أنا بغيت نسافر الهولندا وعندي الإقامة ولكن أنا عايشة في المغرب وبغيت نمشي شيخ مستشريم ولكن ما عرفت ما ننذير ممكن تساعدني شكرا اختي ليلى بنسبة لهولندا هتقطع البي مع الشركة اللي عاتمشي بها وغادي تعمر واحد الفيشي اونلاين واحد الورقة رغير تعمل جوجل غادي تعمل وغادي تطلعت ما اذا ما عرفتش تقلب علي او لا شي حاجة عاود تساعدني ونخلي لك هنا الايجابة نعمل لك هنا اللينك باش تدخل تعمر وحتف شركة الطيران راك يعطيوها ولا في المعطر صافي ما تحتاج شي حاجة اخرى من اللي تدخل اياه تعمل الحجر الصحي باش ما تخروش من الدار او لا مبلاسة اللي انتنا عايشة فيها واحد ده واقل اولاة عشرية مكانت 14 يوم ده باشغل صحي العشرية في هولندا خويا واش سياح ممكن يدخل للمغرب رغم اغلاق بعض من مدنهم الاوروبية حيث بدا تبع الدول الاوروبية بانحارة الطوارئ زعموا واشهد شي غاي اثر على زيارتهم للمغرب ايه اختي ده عندك الصح ده باكن بحل مسلا مدريد تقريبا نصف مدريد مغلوق يعني هذي كلنا سادق ما بامكانه يخرجوه الا للدرورة فده السياحة لا تعتبر درورة فهمت يعني بالتالي ما غاديش يكون دك الشي ساهل عليهم انهم يخرجوا ولكن على حساب الراسة اللي عايشة فيها والغرض اللي عندك في المغرب مثلا انها هنا في مدريد ركيم بزاف ده المناطق منوعة من يخرج منهم وبالتالي لمشاول المطار ركي كونتهم البوليس وعداء وكي يعملهم غارة ولكن ماشي مدريد كاملة هي بعض المناطق السلام عليكم ورحمة الله يا اخي القريب وش خطوط الاماراتية كازدين مغاربة من السعودية للمغرب وشكرا لكم والسلام اه كازدين ترونزيت كازدين من السعودية من دبي ومن دبي كتجيبك لكازابلانكا كازابلانكا كازدينس اللي عايشة تقطع فيها ولا لو كتازدين كتشوف اللي يكونوا قرابين باش ما تبقاش ترونزيت بزا في دبي ولكن رد البال لانا في دبي رخصك تعمل بسائر باش تدخل من دبي والبسائر باش تدخل للمغرب حسب الوقت وش عادي يبقى لك وش بسائر يعني من اللي عايزك يبقى في السعودية يكون يعني كافي الوقت الكافي باش تتدوز به في دبي وطبقات ماترونزيت عادي تجي به للمغرب على العموم راح كين رواية الار ماروك تجي من رياد للمغرب كين نهار تمنتاش وواحد وغشرين راح تقدر تجيك حسب عافك اخي واش المغرب يطلبوا الاستمارة شكرا من غير تحاليل بسائر يا اختيك يطلبوا الاستمارة من غير تحاليل بسائر شوف اهي سهلة كفين مشت هذه المدونة دي اللي عملت فيها بعض المعلومات اللي بغى تدخل المغرب ولا انشي دول اخرى هنتي نشروط الصفر والدخول الى المغرب الاستمارة دي المغرب سهلة مهلة مش اشي حاجة مش اشي حاجة صعيبة من اللي تدخل هنا فين راية المغرب اذا اردت السفر الى المغرب عليك الاستمارة الصحية اضغط هنا لبطاقة الصحية مغوك هنا تزدقني عشان تعمرها البطاقة الصحية تعمل بريمياو تزدها في يدك انتفقنا من بعدها نحاول نخلي لكم المدونة في اول تعليق ولا في صندوق الوصف دائما نقوله وش مرة كانت سهلة ننسي تفكروني شكرا جزيلا السلام عليكم الله يحفظكم واش تقدر تقول لي اياه اوش الناس اللي غادي يسافروا من بروكسل اوش خصهم يديروا معاهم شكرا اه اختي سيهم بالنسبة للمغرب يطلب منك تعمر غير ذاك البيس اير عفوا الاستمارة الصحية والبيس اير خسك تجيبو من الكلينيك يعني يكون في اثنين وشبعين ساعة الساعة اللي عد تشبرو حتى الساعة اللي عد تشبرو حتى الساعة اللي عد تمشي الرحلة بالنسبة لبروكسل الى كنز بروكسل مشدودة ويعني فيها حارة ايضا المتابعين اشتركوا الناس اللي عدت اشتركوا الناس اللي عدت اشتركوا الناس اوه 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 او سوقت مع المسافرات قطلي مع العربية واترجعناها رجوج نوفمبر. مهم الرحلة ديال 18 باقى ان شاء الله رحمة الرحيم وكذلك ديال شوج نوفمبر باقاك اتباع في الانترنت. لا يديك وجيبك الاخير. هذا واحد النداء محسي يتسمى سعيسام العلاويق يقولي لا كانشي واحد عنده طومو في الغادي يركب من طنجا من بارسلون ويمشي لحد دا والينثيا اولي كانت مورسيا جرندا حيث نفس الطريق انا نهبط قبل فالينثيا نمشي ومعه شكرا. مهم الاخير سعيسام العلاويق يسول شي حد لها كان في ذلك الرحلة ديال استثنائية يدي معه. واكيد ان السعيسام العلاويق يتقسم معه شوية جميع المصاريف يعني تعاول الانسان مع بعض. يتوالله يصير الامور.